يمكن كابتن سابع عفيز برضو تكلم عن إصابة بيرسي تاو والبعض كان بيكلم في الأيام الماضية عنها بيرسي تاو بيعاني من إصابة عضلية ولكن وليعب النهاردة وقدر يجيب الهدف الأول إصابة بيرسي تاو مش عضلية بيرسي تاو واخد كدمة فوق الرجبة أنا بس عشان إيه أطم من جماهير الأهل الحاجة التانية محمد هاني هو أصيب طبعا وطلع عنده ألم في العضلة الضم فطبعا الجهاز الفني رياحه بس أنا عايز أقول كلمة لمحمد هاني أنا واحد من ضمن الناس اللي فجأت إن محمد هاني دخل لقائمة المباراة لما قاريت اسمه إمبارا أنا كلعيب قدرأ واحد بحالتي طبعا الواحد زمان هو لعيب كورة ويع كتير في الأخطاء دي أو في الخطأ دوت عشان عايز يلعب عايز ألعب لكن في إصابات لازم أنا أخد بالي منها كويس قوي 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 كالعيب كورة لأن أنا ممكن ممكن في بعض المواقف ما بينش للجهاز الطبي ولا الجهاز الفني أن أنا لسه عندي الألم دية وهو عنده الألم دي وحاجة غريبة جدا أن أنت يا هاني تشتكي من أسبوع من عضلة ضمة وكنت مصاب صابة قوية وترجع النهاردة فهو لعيب الكورة الزكي وطبعا كل لعبتنا أسكية المفروض أن أنت تحافظ على نفسك لأنك أنت قدرأ واحد بحالتك أنا كنت أتمنى أن هاني يريح النهاردة وكنت حتلاقي الفترة اللي جاي وكان حيروح المنتخب نتمنى نتمنى إن شاء الله أن الإصابة اللي عندهاني أو اللي اشتكي منه النهاردة لا تتعدى حالة الإجهاد أتمنى كابتن بلال جيت على نفسك أديه كم مرة وانت بتلعب